تعال نروح نتكلم على المنتخب الأول إنبارح برضو كانت تقولها تجارب المنتخب الأول تحت قيادة فيتوريا المدرب البرتغالي الجديد فوز 3-0 البداية دايما بتكون بداية مهمة وبصراحة مهمة أو أنها تكون بداية جيدة إنبارح كانت انطلاقة المنتخب مع فيتوريا حتى لو من خلال مباراة ودية حتى لو مستوها ضعيف أوي أو المنتخب أنت تلعبه مستوى ضعيف لكن في كل الأحوال مهمة أو أنت تأخذ ثقة مهمة أو أنت تبتدي بشكل تدريجي في مبارياتك ومهمة أو النتيجة والأداء كان أهم لأن كان بداية كنا سمعت وردوا بعض المحللين اللي هم أكل عيشهم أكل عيشهم ينتقدوا أي حاجة أي حاجة وخلاص لو أنا بشغال عشان أنتقد عشان أجيب مشاهدات عشان الناس تتفرج عليها عشان الناس تقول اسمي أبقى أنا ماشي في عكس الاتجاه وخلاص لا إنبارح حدثنا أني فيه كورة شوي عكس الفترات اللي قبل كده على فكرة أيام كيروش كانت الأمور كويسة بصراحة مش وحشة ممكن أقوى على مستوى الأداء الهجومي كنا قليلين شوية والرجل كان بلعب على قد إمكانيات في المرحلة دي وإحنا كنا بعيدة أو بصراحة لكن مش بقيم فيتوريا طبعا خالص ده مجرد أنه مطش ودي بداية بتلعب مطش نايجر بفرقة أو منتخب مش قوي قوي كسبت 3-0 لكن بتتطمن على حاجات كتير قوي محمد صلاح طبعا النجم الأول اللي منتخبنا الوطني واللعب العالمي هدفين مهمين فيه الناس تقول لك كان خاف على رجله شوية حقه يا جماعة بصراحة خاف على رجله مبارح طبعا مطش ودي وفي نفس الوقت قده بشكل كويس وفي نفس الوقت جاب لك هدفين فما فيش مشكلة خالص يعني مش هنفرح لما نخسر محمد صلاح من تدخلات عنيفة في مباراوة دي لا طبعا محمد صلاح نجمي كبير جدا بالنسبة لنا واحد مش احد هو اهم عنصر في منتخب مصر فبالتالي دي حاجة من الحاجات الإجابية مبارح كان اللعب اللي كان مميز او بمنتهى الصراحة بمنتهى الصراحة هو محمود حماد اول مباراة دولية لي مع المنتخب الاول وهو عنده 28 سنة انتم متخيلين وهي دي النقطة اللي تكلم فيها فيتوريا في المؤتمر الصحفي ان ازاي احنا عندنا لعيب بامكانيات كويسة زي ده واول مباراة دي او اول مباراة دولية لي مع المنتخب وهو عنده 28 سنة فده تقصير من الاجهزة الفنية المختلفة بصراحة متعجب وبالتحديد اللي هي الاجهزة اللي كانت يعني وطنية وفي نفس الوقت ممكن الفترة اللي مساكها اجري شوية الراجل ملحقش فما بنقدرش احنا يعني عينينا هنا في مصر مش حلوة بصراحة على اللعيب قوي لان كيروش هو اللي طلع لك عدد من اللاعبين اللي ما كانش متوقع اصلا ان هم يكون موجودين في متخب مصر الراجل فيتوريا واضح ان هو ماشي بنفس السياسة ولعبين مميزين فمحمود حمد ده من مكاسب المنتخب امباراة في المباراة كانت رائعة جدا بالنسبة له ونتمنى له التوفيق طبعا هو لعب فارك ولعب بيرامد زي سابق ولعب الانتاج لحرب الاسبق فالامور كلها يعني من امباراة المطش بيدي مؤشرات ايجابية ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في اللي جاي لان مشوار طويل لسه يعني مصطفى محمد عمل مطش كويس برضو بالمناسبة ممكن بعض اللي عبيد ما كنوش في مسؤاتهم قوي ابرازهم عمر جابر من وجهة نظري ابرازهم طارق حامد ممكن يكون تأثر بفترة الجياب الكبيرة جدا عن نادي الزمالك قبل ما يمشي محمد الشنوي ما فيش اختبارات حقيقية عليه لكن هو حارس منتخبنا الوطن الاول يعني ما فيش حاجة مختلفة يعني او جديدة بخصوص هذه الموراة الاهم من الاحتكاك خلال الفترة اللي جاي يكون اقوى بقى من كده عشان نستفاد بشكل كبير الاحتكاك لما يكون اقوى ناخد على المتشاط القوية لما نخش في تصوات كأس عالم نخش في تقوية أفريقية اي تحدي قوي نكون قده بإذن الله فلازم نحن نلعب منتخبات كبيرة برضو اعتقد دي الاستراتيجية اللي حيمشي بيها المنتخب خلال الفترة الجاي والتحاد الكورة عشان نعلي كمان تصنيفنا يعني واضح ان احنا موضوع التصنيف ده بيأثر علينا بشكل كبير وإحنا مكننا شواخدين بالنا منه يعني فده بخصوص منتخبنا الوطني الاول